أكد المرشح الرئاسي عبد السند يماما أن أهم محور برنامجه الانتخابي هو إصلاح التعليم كما أشار المرشح الرئاسي إلى أن المحور الثاني في البرنامج الانتخابي هو الإصلاح التشريعية مضيفا أن رؤيته للإصلاح التشريعي تهدف إلى تحقيق تعاشة لمجلس أشيوخ وزيادة اختصاصاته التشريعية إلى جانب أهمية اختلاف اختصاص مجلس أشيوخ عن مجلس النواب من أجل تحقيق التكامل ترجمة نانسي قنقر